التساعة صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرينتش مجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم عاد الرئيس عبدالفتاح سيسي إلى أرض الوطن عقبة زيارته للولايات المتحدة الأمريكية والتي استغرقت عدة أيام للمشاركة في القمة الأمريكية الإفريقية بواشنطن وشهدت زيارة الرئيس سيسي عقد العديد من اللقاءات مع كبار المسؤولين وصنع القرار ومجتمع رجال الأعمال الأمريكية كما استقبل الرئيس السيسي في مقر إقامته بواشنطن مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك ساليفان ورئيس البنك الدولي ديفيد مالباس حيث أكد الرئيس السيسي اهتمامه بالتشاور المستمر مع قيادة البنك الدولي انطلاقا من حرص مصر على تعزيز التعاون بينها وبين البنك الدولي كما توجه رئيس عبد الفتاح السيسي بالشكر الصادق على ما أبدأ الجالية المصرية العظيمة بالولايات المتحدة الأمريكية من حفاوة استقبال لسيادته وطوال فترة إقامته هناك وفي تدوينة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أكد الرئيس السيسي أن مصر قيادة وحكومة دائما وأبدا تعمل لدعم أبنائها في الداخل والخارج وأنها لن تدخل جهدا في خدمة الشعب المصري العظيم وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على إقراض مصر ثلاثة مليارات دولار في ترتيب مدة 46 شهرا في إطار تسهيل الصندوق الممدد وبحسب بيان للصندوق فأنه سيقدم لمصر 347 مليون دولار بصورة فورية لمساعدتها على تلبية احتياجاتها من ميزان المدفوعات والتقديم الدعم الميزانية وأمن المتوقع أن يحفز البرنامج تمويلا إضافيا بقيمة 14 مليار دولار من شركاء مصر الدوليين والإقليميين بما في ذلك التمويل الجديد من دول مجلس التعاون الخالجي وشركاء آخرين يدل الناخبون التنوسيون اليوم بأصواتهم في الانتخابات التشريعية ويتنافس 1058 مرشحا على 161 مقعدا بمجلس نواب في 161 دائرة انتخابية بينهم 120 امرأة فقط ويقلس القانون الجديد لعدد الإجمالي لمقعد البرلمان إلى 161 مقعدا بعد أن كان عددها 217 منها 151 للداخل وعشرة مقعد للدوائر الانتخابية في الخارج قال عمدة العاصمة الأوكرانية كيفا فيتالي كيرتشكو إن ثلث سكان المدينة فقط باستطاعتهم الحصول على المياه والطاقة الحرارية بينما لدى 40% منهم الكهرباء وأضف المسؤول الأوكراني أن المسؤولين في العاصمة الأوكرانية يعملون على استعادة الطاقة الكهربائية لأغلبية السكان في المدينة بعدما تم قصف منشأتها بالصواريخ الروسية واشدد على أن سلطات تحاول توفير المياه مرة أخرى للسكان في أقرب وقت أطلقت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لمبادرة البيت الصيني وهو مكتب مسؤول عن إدارة التعامل مع الصين وذكرت توسع الأعلام الأمريكي أن المكتب منوض به التنصيق للضواني قدرة الحكومة الفيدرالية الأمريكية على إدارة التنافس بالشكل المسؤول مع بكين مشيرة إلى أن وزارة الخارجية تعتبر أن صين تمثل التحدي جيوسياسي الأكثر تعقيدا الذي تواجه واشنطن على حد وصفها أعلنت السلطات الأمريكية أن زلزالا بقوة 5.4 درجات ضربها مناطق إنتاج النفط غرب تكساس ما أدى إلى اهتزاز المباني دون التسبب بأضرار وقالت هيئة المسح الجوليجي الأمريكية أن زلزالا وقع على بعد 22 كيلو مترا شمال غرب ميدلاندا وعلى عمق نحو 8 كيلو مترات مشيرة إلى أن هزة ارتدادية بقوة 3.3 درجات على مقياس رغتر تبعت بعد ثلاث دقائق الهزة الأولى ورياضيا يواجه المنتخب المغربي نظير كرواتي عند الخامسة مساء لحسم المركزين الثالث والرابع ضمن منافسة كأس العالم لكرة القدم 2022 بقطر ولم تتمكن كرواتيا من الوصول إلى النهائي بعد هذيمتها أمام الأرجنتين بينما خسر المغرب أمام فرنسا وذلك ضمن منافسة نصف نهائي وسيحصل كلا الفريقين على فرصة للتعويض عندما يتنفسان وجها لوجه في مباراة تحديد المركز الثالث وستكون هذه المباراة هي المرة الثانية التي يلتقي فيها الفريقان في قطر إذا التقى المنتخب المغربي نظير كرواتي في مرحلة المجموعات بالبطولة وانتهت النتيجة النهائية بالتعادل السلبية ختام مجزء التاسع فاصلوا معود لحظاتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر